السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء متابعي قناة فوائد دعونا في البداية ندعوكم للاشتراك معنا في القناة والوعد أن نقدم لكم الأجمل والأفضل إن شاء الله هل سمعت يوما بنبات الأملى أو سنحت لك الفرصة بمشاهدته؟ أكاد أجزم أنك لا تعرف هذه الثمار ولم تسمع بها من قبل بسبب عدم شهرتها في البلاد العربية على الرغم من فوائدها الجمى ومكوناتها الغنية والمهمة لذلك سوف نعرفك اليوم على هذا النبات وثماره المفيدة ومكوناته وأهم استخداماته في الحفاظ على صحة الجسم والبشرة والشعر التعرف على العناصر الطبيعية المفيدة لصحة وجمال الجسم أصبح من الاهتمامات الأساسية للعديد من العلماء والباحثين على حد سواء وذلك لتوجه العديد من الناس لاستعمال البدائل الطبيعية وكذلك للأضرار الجانبية التي رافقت العديد من المنتجات الصناعية في هذا المجال وأحد هذه العناصر التي استعملت قديما في بلاد الهند وتوسع استعماله مؤخرا خاصة بعد الدراسات التي أيدت غناه بعناصر مفيدة ومعززة للصحة والجمال في آن واحد هو نبات الأملة أو ما يعرف بالتوت الهندي وهو ثمار لشجرة تحمل نفس الاسم تزرع في الهند وبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض دول جنوب شرق آسيا يعرف هذا النبات باسم عنب الثعلب الهندي أيضا وكذلك يعرف باسم نبات الأملج أو الكشمش الهندي أما في مصر فيعرف بالسنانير يكون لون الثمرة شفافا مائلا إلى الخضرة وذات طعم يغلب عليه المرارة وعلى الرغم من مرارتها إلا أن الهنود استخدموها لألاف السنين كعلاجات نباتية لعدد من الأمراض إضافة إلى استخدامها في الطبخ لفائدتها يمكن تناول نبات الأملة على شكل ثمرة وهي طازجة أي فاكهة في فصل الشتاء أو يمكن تناولها مجففة أو على شكل عصير أو على شكل شاي بإضافتها إلى الماء المغلي والعسل كما يمكن استخدامها في صنع مربى ولمخلل ونستطيع الحصول على نبات الأملة أو الأملج المجفف من محلات بيع الأعشاب ومحلات العطار تتميز هذه الثمار باحتوائها على كميات كبيرة من فيتامين سي تحتوي ثمرة الأملة على تراكيز عالية من فيتامين سي حيث أن كمية الفيتامين الموجودة في ثمرة الأملة تعادل كمية فيتامين سي الموجودة في 20 برتقالة ومعروف ما يتميز به هذا الفيتامين فيتامين سي مضاد للأكسدة مما يحمي الجسم من التأثيرات الضارة للجذور الحرة والسموم ويبطئ من ظهور تأثيرات تقدم العمر على الجسم وكذلك هو ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نظارة الجلد والشعر ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب إضافة إلى تعزيز مناعة الجسم ضد الأمراض تحتوي ثمار الأملة على مضادات الأكسدة تحوي هذه الثمرة على تراكيز عالية من مضادات الأكسدة أعلى مما هو موجود في أي نوع آخر من أنواع التوت وكذلك تفوق هذه التراكيز ما هو موجود في العديد من الفواكه والخضار وتشمل هذه المضادات العديد من الأنواع القوية والتي لها آثار إيجابية وفعالة على صحة الجسم عناصر أخرى تحتوي هذه الثمار على الألياف والفيتامينات الهامة للجسم وكذلك المعادن حيث تحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم فوائد ثمار الأملة محتويات هذه الفاكهة أعطتها قيمة طبية وغذائية عالية للجسم الإنسان وما تحويه هذه الفاكهة من مواد مفيدة للجسم مكن من استخدامها في العلاجات والوقاية من أمراض ومشاكل صحية ومنها تعزيز مناعة الجسم تحسن ثمار الأملة من عمل الجهاز المناعي وتقوية الجسم ضد الأمراض المختلفة وذلك لاحتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة والذي يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء خط الدفاع الأول للجسم مما يزيد من مناعة الجسم تعزيز صحة الجهاز التنفسي استخدم عصير أملة تاريخيا لتحسين صحة الجهاز التنفسي وقد وجد أنه يعمل على تهدئة الالتهابات وكمضاد للعدوى الكامنة في الجهاز التنفسي بالإضافة إلى أن شرب شاي الأملة مع العسل مرتين يوميا يساعد في تخفيف أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية كما أنه يقلل من حدوث السعال المزمن والربو التحسسي والسل السيطرة على مرض السكري إن تناول فاكهة الأملة أو عصيرها بكميات معتدلة يعمل على تنظيم مستوى القلوكوز في الدم مما يساعد مرض السكري على الحفاظ والسيطرة على مستوى السكر لديهم وتمنع أيضا حدوث المضاعفات الخطرة التي تنتج من الهبوط المفاجئ لمستوى السكر أو الارتفاع الحاد فيه وفي نفس الوقت تعزز مستوى الطاقة لديهم تخفي الضغط الدم تتميز هذه استمار بقدرتها على خفض ضغط الدم لاحتوائها على كمية وفيرة من البوتاسيوم والبوتاسيوم يعمل على خفض السوديوم بالجسم ما يعالج ارتفاع الضغط تمنع الإمساك تحظى فاكهة الأملى بتأثير ملين طبيعي ويمكن أن تساعد في تسهيل حركة الأمعاء المنطظمة ومنع الإمساك وذلك لأنها غنية بالألياف والتي تتحرك ببطء عبر الجهاز الهضمي غير مهضومة مما يضيف حجما إلى البراز ويجعل مروره سهلا خفض مستويات الكوليسترول أثبتت الدراسات أن تناول الأملى بصورة يومية يخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وكذلك يعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول المفيد تحسين صحة القلب يعمل البوتاسيوم الموجود بنسبة جيدة في فاكهة الأملى على خفض ضغط الدم وتقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين وبالتالي يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية وتوصل العلماء لأن عصير الأملى يمكن تناوله كجزء من النظام الطبي المتبع لعلاج ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين تعزز صحة الكبد هذه الثمار تساعد في تعزيز وظائف الكبد وحماية صحة هذا العضو الهام وتساعد أيضا في إزالة السموم من الكبد وتساعد في إفراز الصفراء للمساعدة في هضم الدهون وإنتاج البروتينات الهامة التي تلعب دورا في العديد من جوانب الصحة تحسين صحة العيون تفيد ثمار الأملى في تحسين صحة العيون ومقاومتها للأمراض فهي تمنع الإصابة بالدمور البقعي وتعالج مشكلة قصر النظر ومشكلة إعتام عدسة العين كما تخفض ضغط العين وتقلل من حدة التوتر فيها كما تحمي أيضا من مرض العشاء أو العمل الليلي وتقوي الرؤية بشكل عام وذلك نتيجة لاحتوائها على الكاروتينات وفيتامين إي تساعد في مقاومة السرطان تساعد وفرة مضادات الأكسدة في هذه الفاكهة وكذلك المستوى العالي من الفلافونيدات على تقليل ومقاومة الإصابة بالسرطان إذ تقوم بتقليل نسبة الجزور الحرة مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان تساعد في تخفيف الوزن إن تناول عصير الأمنى يساعد على فقدان الوزن لأنه يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية كما تساعد مضادات الأكسدة على تحسين الهطم وتسريع عملية التمثيل الغذائي مما يزيد من حرق الدهون بصورة عامة وتخفيض مستويات الكوليسترول الضار في الدم منع ظهور علامات الشيخوخة إن وجود نسبة عالية من مضادات الأكسدة بتراكيز أعلى من أي فاكهة أخرى أو خضار يمكن أن يساعد في منع ظهور علامات الشيخوخة وتحسين مظهر الجلد حيث تعمل مضادات الأكسدة على إزالة الجذور الحرة وتمنع الطفرة الخلوية بما في ذلك تلك الطفرات التي تسبب ترهل الجلد كما أن فيتامين سي وأحماض أوميغا ثري الدهنية الموجودة في هذا العصير قد تساعد أيضا على زيادة الطاقة دون زيادة الصعرات الحرارية أو مسواء الدهون في الجسم تحسين صحة الشعر من المثير الاهتمام أن عصير الأملى مفيد جدا لصحة الشعر إذ يمكن أن يتم تناوله أو وضعه موضعيا على الشعر فكمية المعادن والمواد المضادة للأكسدة والمواد الغذائية التي يحتويها هذا العصير تعمل على تعزيز نمو الشعر عند تناوله كذلك أن دلك فروة الرأس بالعصير يساعد على تقليل وتهدئة الالتهاب وتعزيز صحة بصيلات الشعر ومنع الإصابة بالقشرة لذلك يحبث كثير من الناس خلط عصير أملى مع منتجات الشعر أو بغسول الشعر العضوي وهذا بدوره يساعد على زيادة تألق ولمعان الشعر خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الشعر الهش أو الشعر المتقصف ما هي طرق استعمال نبات الأملى وأضراره الجانبية؟ قبل تجربة استعمال أي شيء جديد يفضل معرفة كل ما يتعلق به من فوائد وطرق استعماله إلى الأضرار الجانبية التي قد تنتج عن استخدامه أو أي معلومة أخرى تتعلق به وكذلك هو الحال فيما يخص تناول واستخدام المواد الطبيعية كالأملى طرق الاستعمال تدخل هذه الفاكهة في تكوين العديد من مستحطرات التجميل وغسول الشعر وتتميز بغلبة الطعم المر على مذاقها لهذا يحبث كثير من الناس تناولها بعد خلطها بمواد أخرى وهناك عدة أشكال لتناول هذه الفاكهة ومنها عصير الأملى يتم عصر الفاكهة الطازجة واستخراج عصير الأملى وغالبا ما يتم خلطه مع نوع آخر من العصير لتجاوز الطعم المر ويفضل استخدامه بكميات معتدلة أو يستخدم موضعيا للشعر وعندها لا يحتاج إلى الخلط للتغلب على الطعم لكنه أحيانا يخلط مع زيوت أخرى للحصول على نتائج أفضل الفاكهة الطازجة كما تحدثنا فإن خلط هذه الفاكهة مع مواد أخرى للتغلب على الطعم المر أمر شائع عند تناول هذه الفاكهة وكذلك تستخدم في عملية الطبخ مسحوق الأملى بعد تجفيف الفاكهة يتم طحنها لإنتاج مسحوق الأملى ويمكن عمل خلطات كثيرة عن طريق إضافة الماء أو العسل أو اللبن إليه أو مواد أخرى بحسب الاستعمال المراد من الخلطة الآثار الجانبية كما هو الحال مع أي طعام صحي قوي للغاية يمكن أن يكون هناك أيضا بعض الآثار الجانبية الشديدة إذا ما تم تناول كميات كبيرة منه لذلك يجب الحرص على تناول كميات معتدلة منه كما أسلفنا ويمكن تلخيص هذه الآثار بالنقاط التالية الإمساك على الرغم من أن فاكهة الأملى تساعد على تعزيز الجهاز الهضمي إلا أن تناول كميات كبيرة من هذه الثمار أو من العصير أيضا يمكن أن يسبب الإمساك جفاف الجلد يتميز عصير الأملى بإزالته للسموم من الجسم وذلك لكونه مدرا طبيعيا للبول ولكن يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة إلى الجفاف وسوف تظهر علاماته على جلدك لذلك تأكد من شرب ما يكفي من الماء عند تناول عصير الأملى الحموضة تحتوي هذه الفاكهة على كمية هائلة من فيتامين سي وهو ذو طبيعة حمضية للغاية ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى تراكم هذه الأحماض في الجسم وفي الأمعاء خاصة إذا لم تتم وازنته بالمواد القلوية ضغط الدم لهذه الفاكهة عدة فوائد ومنها أنها تساعد في خفض ضغط الدم إلا أن هذه الفائدة قد تلحق ضررا بالجسم عند تناول هذه الفاكهة بالتزامن مع تناول علاجات الضغط مما يسبب هبوطا حادا في ضغط الدم لذلك إذا كنت ممن يتناولون هذه العلاجات فإن من الأفضل التحدث إلى الطبيب قبل إضافة هذه الفاكهة إلى النظام الغذائي الخاص بك هبوط حاد في مستوى السكر في الدم بطريقة مشابهة لما قد يحدث عند تناول هذه الفاكهة للأشخاص الذين يتناولون علاجات ارتفاع الضغط فإن إضافة هذه الفاكهة إلى النظام الغذائي لمرضى السكري والذين يتناولون علاجات خاصة بهذا المرض قد يسبب لهم عدم انتظام مستوى السكر لديهم وهو أمر خطير يجب الانتباه له لذلك لا ينصح بتناولها من قبل مرضى السكري ممن يتناولون علاجات هذا المرض إلا بعد استشارة الطبيب الحساسية يعاني بعض الناس من حساسية تجاه هذه الفاكهة وقد يعانون من اضطرابات المعدة والغثيان والإسهال أو القيء أو تورم في الشفتين واللسان أو الحلق وعند ظهور أي من هذه الأعراض يوصى بالتوقف عن استخدامها فورا ومراجعة الطبيب دمتم سالمين ومعتمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته